هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة النجمة صفاء أبو الصعود النجمة أحمد صيام في يوميات صفصف بعدين معاك بعدين معاك بعدين معاكي بعدين معاكي إيه كنتو ليه ليه ناقر ونقر كده والمعلومة فعلاً بالطهير كل يوم بحالة دي ده تلاتي يوم زي للتواتير أنا الصفصف الدنوع بالزيادة جمال ورق أهرمون السعدة خد عيوني بس بسي بالهدوة وما تعملش فيها الكبير عاملة في البدء زعاك زي الزحمة في الشارع حليجال ارتجاك بقول داني ما بيتش السامع عايز طلباتك وبس وما يهمك شي نخس ويهمت بس حتحس واشوف أي تأدير محسوبة بالدقيقة والثانية وقتنا مع صبصب حاجة تانية وقتنا مع صبصب حاجة تانية محسوبة بالدقيقة والثانية وقتنا مع صبصب حاجة تانية وقتنا مع صبصب حاجة تانية انا واحدة زكية مليون في المية شطرة ورياضية واحدة يبكتير مبلشي حلوة نهار كانت لفقت الانظار وكعب علي عليكي بجد ومش زار انا بنكي المعلومات ودمغي تشوى ولفات طب شخل ديبك يا حل وانا نقصني حاجات شخل ديبك يا حل وانا عندي عزمات شخل ديبك يا حل وانا نقصني حاجات بحسبه بالدقيقة والثانية وقتنا مع صبصب حاجة تانية حاجة تانية وقتنا مع صبصب حاجة تانية حاجة تانية بحسبه بالدقيقة والثانية وقتنا مع صبصب حاجة تانية حاجة تانية وقتنا مع صبصب حاجة تانية يوميات صفصف تأليف أحمد الأصبي إخراج دامر شحالة وقتنا مع صفصف حاجة تانية حاجة تانية الجو حر نار ولعة لازم تتصرف يا حاجة تانية تتصرف يعني أعمل إيه وأجيب شوية عيالي يعني صغيرين كده نروح مبنى هيئة الأرصاد نحدفه بالطوب إيه السلوك الهامجي ده لا طبعا مش قصدي قصدي تتصرف يعني اتطلعني مصير أيها يا حبيبتي بس لقصر وأصوان بعيدة قوي لقصر وأصوان في الصيف يا حاتم أه عندك حق لأ أقولك تعان صيف في إينا أه ماقولك إيه أنا شم كده ريحة استعباط واستهبال صح شوف كده بقى لتكوني سايبة حالة استعباط عالك تجهز ولا حاجة حاتم حاتم نعم نعم أحذرك من اللف والدوران طلعني مصيف وعى البحر مصيف وعى البحر طبعا نتنم مع بعض ما ليه خلاص يا ست إيه رأيك نصيف في جمصة ولا في بلطيم نو 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 صف صف هانم تصيف في كارونتا الكاميلو لكاتريبيا بلاي دي لاراس روديس يعني كده نحاول أشوف لك الحاجات دي كابريا لو موجودة في الأجزخانة أجيب لك من كل حاجة من دي علبة يا عبيبتي احنا نحدد الأول نصيف فين وبعدين وإحنا مسافرين نبقى نشترك كريمات بتاعتك بتاعت الباشرة اللي انت بتقولي عليها دي كريمات أمال إيه دي دي مش كريمات طبعا مش كريمات بشرة ولا حاجة أمال إيه دي أسماء مصيف في أسبانيا أسبانيا أم هو أنا معي فلوس تودينا الدوئة لما روح أسبانيا خلاص 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 بلاش أسبانيا أيوة كده أيوة طيب ممكن نصيف بقى في سانتا جوليا نورماندي شاطئ نوتر دام اش نورماندي دي بتاعت ابن حميدو نورماندي تو اعمل فيك إيه بس حاجة أمال إيه يعني اللي انت بتقولي عليهم دول في السحلة طيب لا دول في فرنسا يا حت شوفين لا فرنسا ولا شيربين اسمع صف صف نعم احنا آخر الشهر وانا تقريبا مفلس احنا حنروح اسكندريا وهو يوم واحد وحنصيف فبوئير في البحر الميت وهنعود على الرملة وبس شط اسكندريا يا شط الهوى رحنا اسكندريا رمان الهوى يا دنيا هنية وليالي غضية هحيلها بعيني بشاط اسكندريا يا سلام يا سلام على جنال اسكندريا يا وهو اسكندريا يا وبحر اسكندريا ورم اسكندريا اشتكري كويس ان احنا حنوعبع الرمل مش عاوزين مصاريف كتير مش مهم المهم قاعدين قدام البحر ناس تمتع بالموجة وليك تجري ورا الموجة بهدوء مساء الانوار نارين البلاجي اخواتي السماء والبحر والموج بيرحق بكم شكرا شكرا بس بس كلا انت بس مش عايزين اسعاج ولا داوش ايه داوش انت عملها دي ايه دا ايه دا يا بيت انت تعرفني ايه دا حضرتك اسمك داوشة ايه دابليو دابليو دوت داوشة دوتكم انا الجنرال مجينجر بتاع البلاجي هنا يعني مدير التنفيسي تنفيسي تنفيسي خلاص يا سيدي متشكرين اوى على الترحاب دا ممكن بقى تسيبنا نستمتع بالبحر طبعنا باشا انشوي انشوي بالبحر انشوي انشوي اه تقصد انجوي مش مهم مش موضوعنا مهم عاوزين كم كورسي وكم شمسية شوف بقى هتلينا كورسيين وشمسيتين علشان انا بحب الخصوصية خصوصية ايه يا سيدي انت خصوصية ايه امشي يا دوشة امشي مش عاوزين حاجة احنا جايين من مصر عشان نقعد اعرامني ماشي براحبك واقعد اعرامني بس برضو اطلهم شمسية وكورسة امشوي هو غبري يعني انت حتفرض علي ااخد شمسية وكورسة معها لا افا بيه خلاص بلا شمسية ولا كلش معها اتبع تمانهم وبلشت نزلهم لا 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 اسمحلي بقى يا دوشة انت كده عاملنا دوشة ومش عارفين نستمتع بهدوء البحر يا اخ دوشة كونيش اسكندريا طويل ولو انت طولت في الكلام هنطلع من الملاش بتاعك نروح نقعد في ايه بلاشتان يوه واصل ايه ما تسعلش نفسك جا ما تحب انشوي انشوي يا سلام الله تعالة يا يا حاتوم تعالة انستمتع بموج البحر في هدوء ايوه يا صف صف ايوه هدوء الفرسكا الفرزكا التازى فرسكا بالسكر والستوداري يا فرزكا اناتش استمتع بهدوء ما فيش انشوي فريسكا يا عم البيه لا يا ست متشكر قوي حاتم نعوز يعني فريسكا من البنت دي نقول لك يا صفصف الفريسكا غالية كده الميزانية عقرف منينا ما تسمع كلام الست هانب يا عم البيه ايوة كده لازم الستات يكونوا جابها مع بعض بيرسي يا موجة خدمتك موجة يا ست هانب انا وزيرة تموين البلاج هنا ببيع الفريسكا الحلوة وعلى فكرة انا خطيبة الواد داوشة اه اه بتاعي نشوي المدير التنفيذي للبلاج يا ده انتم زبطينها بقى مع بعض عاملين عصابة يعني جراء ايه عم البيه ما تستندف ملافيزك خلاص 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 يا موجة انا هشتري منك فريسكا اكيد هتطلع حلوة كده زيك تسلميل يا ستة كل فريسكا فريسكا الفريسكا اه صف صف انتي لو اشتريتي من كل حد هيعد علينا مش هنخلص اه دا لسه في ناس هتعد باكل ولتس وأجازة كهربائية كمان ما تقلقش بس ما تقلقش احد الفريسكا دي طعمها طعفة اوبا تسلم في البارد من الحكام ايه؟ المأكلات ممنوع البلاشة كدعان مأكلات ايه؟ دي فريسكا وبعدين دي من خطرتك كموجة اه رغم ان موجة هي امامة قلبي وعصفورة روحي لكن انا بافصل بين من العلاقات الانسانية والشغر الاكل ممنوع على البلاشة صدق بقى انا زهيئتي منك يا اخ دوشة دي الله بينا يا صف صف دي الله نقوم من هنا البعر كبير ويسعمل حبايب ألف يلا بينا يلا يا حاتم واضح ان الرجل دا مش بيعرف في الاتيكيت مالك يا ستة هاني حد زعالكم تخيالي يا مادموزيل موجة خطيبة ميسيو دوشة مانع انينا ناكل فريسكا انت ازايا هذا انت حد انت دوشة تطرد الناس الحلوين دوش اوعي تعمل كادا معاههم مرتان يفهم ولا ها يا موجة بالاشت العبي على معجتك عند بلاشت استغذيل الحتة الحلوة المخششة لك في قلبي ملكش دعوة بالناس دي يا دوشة مفهوم ولا ها فلاش تنزل المرابي ها 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 عب السمك ها 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 فعلا مايجبها الا ستتة يلا يا حاتمنا عالتاني نستمتع بالمنظر الجميل يلا يا صفصفي حبيبتي يلا بينا انشوي عملا في البيت ازعاج زي الزحمة في الشارع وحلي جال ارتجاج بوداني مابقتش الثاني عايز طلباتك وبس ومايهمكش انخس وانت بس هتحس واشوف اي تقدير محسوب بالدليء او الثانية وقتنا ما صفصف حاجة ثانية وقتنا ما صفصف حاجة ثانية محسوب بالدليء او الثانية وقتنا ما صفصف حاجة ثانية وقتنا ما صفصف حاجة ثانية يوميات صفصف بطولة حلمي فودة مصطفى درويش رانيا فتح الله نجاح حسن عبير مكاوي لوئي سامي ليلى عبدالقادر يوميات صفصف موسيقى وعلحان سيد الشاعر توزيع شريف حندان هندسة صوتية محمد شعبان يوميات صفصف تأليف أحمد القصبي إخراج كامر شحادة وقتنا ما صفصف حاجة ثانية هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة